أقنعة متعددة يلبسها النظام الإيراني فصورة داخلية تكشف مدى هششة الواقع الاجتماعي في ظل حالة صخط جعلت الشارع يخرج في تظاهرات ضد النظام الإيراني وصورة خارجية في تعامل نظام إيران مع دول المنطقة بدعم ميليشيات تنفذ أجندة إيران لتبقى المنطقة حبيسة حالة من عدم الاستقرار تخدم التطلعات الإيرانية ونفوذها في المنطقة صحف دولية عديدة اهتمت بالتظاهرات الإيرانية ضد النظام الحاكم ومنها صحيفة The Sunday Times البريطانية التي قالت إن التظاهرات احتجاج على الفساد والغلاء والبطالة وتدهور الاقتصاد والسياسة الخارجية وإن الإيرانيين يدفعون ثمن إمبراطورية فارسية جديدة هي حالة استياء شعبي جاءت تمرداً على الاقتصاد الراكد داخلياً والدور الإيراني خارجياً على حساب شعب يعاني الظروفاً اقتصادية مريرة في وقت تتفخر إيران بنفوذها وسيطرتها على عدة عواصم في المنطقة بحسب واشنطن بوستال أمريكية في سوريا تقول واشنطن بوستال أمريكية إن إيران تؤدي دوراً كبيراً في دعم النظام السوري إلى جانب دعمها ميليشيات في العراق تأتمر بأمرها وتسعى إلى ترسيخ أقدامها في العراق بشكل أكبر الصورة ذاتها وإن اختلفت أدواتها موجودة كذلك في اليمن بدعم إيران الحوثيين وكذلك فعلت الشيء نفسه مع ميليشيا حزب الله في لبنان تدخلات كلفت إيران ثمناً باهظاً وتظاهرات كشفت أن هذه التدخلات لا تحظى بقبول وشعبية لدى كثير من الإيرانيين إلى مركز تشاطام هاوس البريطاني وهناك أجرت واشنطن بوست حواراً مع سنان فاكيل المختص بالشؤون الإيرانية وقال إن ميزانية عام 2018 في إيران أظهرت زيادة في تمويل قوات الحرس الثوري إلى نحو ثمانية مليارات دولار أي ما يقرب من ثلثي ميزانية وزارة الدفاع في الوقت الذي يعيش فيه ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر أمر يرسخ حالة الغضب الشعبي فهل يتراجع النظام الإيراني أم يغض الطرف ويواصل مخططاته في المنطقة الأيام القادمة كفيلة بكشف ذلك